نفى مصدر رفيع المستوى ما تناولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول اعتزام مصر بناء حاجز جديد على الحدود مع قطاع غزة وأكد المصدر رفيع المستوى أن مصر تواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف لتوصل إلى اتفاق الوقف إطلاق النار بقطع غزة وشدد على أن مصر تتمسك بتوفير كل الدعم لمواطني القطاع وتعمل على تخفيف حدة الأزمة الإنسانية بغزة وقال المصدر رفيع المستوى أنه تم إدخال أكثر من 950 شاحنة مساعدات من مصر إلى غزة الأسبوع الماضي